بعد شهور مليئة بالحماس والتسريبات أعلنت شركة شاومي أخيراً عن هواتفها الرائدة الجديدة شاومي 12 وشاومي 12 برو جاءت بمواصفات قوية وحماسية في هذا التقرير سنتعرف على هاتف شاومي 12 برو الأقوى تصميم الهاتف أنيق وجذب الوجهة الأمامية تستحوذ عليها الشاشة بالكامل مع تقب صغير في أعلى المتصف للكاميرا الأمامية من الخلف هناك وحدة الكاميرات مستطيلة الشكل أعلى اليسار وتتضمن العدسة الأساسية كبيرة الحجم وأسفلها العدسات الأخرى مع الفلاش هيكل الهاتف الزجاجي من الأمام والخلف مع طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس ذيكتوس الأقوى والأحدى لم يتم الكشف عن مادة الإطار المحيط بالهيكل لكن توقع أن تكون من الأولومنيوم بنسبة كبيرة يضم الهاتف غرفة بخار وثلاث أوراق كبيرة من الجرافيت لتبديد الحرارة ما يعزز أداء التبريد للاستخدام المستقر ويبدو أن الهاتف لا يدعم معيارا رسميا لمقاومة الماء والغبار طول الهاتف 16.36 سنتيمتر وعرضه 7.46 سنتيمتر وسمكته 8.16 مليمتر ويزن 204 جرامات الشاشة جاءت بمواصفات ممتازة اللوحة من نوع أموليد مشبعة الألوان محمية بزجاج جوريلا جلاس ذيكتوس مقاسها 6.73 إنش ودقتها 2K بكثافة 521 بيكسل للإنش الواحد تدعم عرض المحتوى بالبعد الديناميكي العالي HDR10 Plus وتقنية Dolby Vision كما أنها تدعم معدل تحديث عال 120 هرتز يتغير حسب الاستخدام وحساسية لمس 480 هرتز ما يمنح الهاتف سلاسة كبيرة أثناء اللاعب والتنقل بين القوائم ويوفر الطاقة بالإضافة إلى ذلك تأتي الشاشة بسطوع عال يصل لألف وخمسمائة شمعة كحد أقصى وتحتوي قارئة بصمة ضوئي مدمجا أسفلها لفتح قفل الهاتف من حيث الأداء حمل الهاتف معالج كوالكوم الرائد الأحدث سناب دراجون 8 الجيل الأول المعالج ثواني نواو المصنع بدقة 4 نينومتر بسرعة قصوة تصل لـ 3 جيجاهرتز وهذا ما يعيد بأداء قوي للغاية معالج الرسوميات هو أدريون 730 الهاتف يأتي بسعة رام 8 أو 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت وللأسف لا يدعم الهاتف تركيب شريحة تخزين خارجية يعمل الهاتف بالنظام أنرويد 12 الأحدث من شركة جوجل مع وجهة شاومي الأحدث أيضا MIUI 13 الكاميرا الخلفية جاء الثلاثية بعدسات كلها بدقة 50 ميجابيكسل الأساسية عبارة عن مستشعر سوني IMX 766 وثاتي برفقة مثبت بصري وتدعم التركيز التلقائية بتقنية الدول بيكسل الثانية عدسة تلفوتو للزوم تدعم التقريب البصري مرتين الثالثة عدسة فائقة التساع ألترو وايد تأتي بزاوية 115 درجة تدعم الكاميرا الأساسية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بتردد 24 إطاراً في الثانية ومقاطع بدقة 4K بتردد 60 إطاراً في الثانية وكذلك مقاطع عرض بطيئة بتردد 960 إطاراً في الثانية بدقة Full HD وبطيئة جداً بتردد 1920 إطاراً في الثانية بدقة HD الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابيكسل تدعم البعدة الديناميكية العالي HDR وتستطيع تصوير مقاطع بدقة Full HD بتردد 60 إطاراً في الثانية من حيث الاتصال يدعم الهاتف تركيبة شريحته اتصال كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G الهاتف يأتي بمكبرات صوت بالأعلى والأسفل ما يعني أنه يدعم سماعات ستيريو لكنه لا يحتوي مدخل 3.5 ميلي متر لتوصيل السماعات السلكية البطارية جاءت بحجم 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع جداً بسرعة قياسية 120 واط تقول شاومي إنها تسمح بشحن البطارية بالكامل من الصفر خلال 18 دقيقة فقط كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط تشحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة فقط كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط سيتوفر الهاتف بألوان الأسود والأخضر والزهري والأزرق بداية في الصين بسعر يبدأ من 738 دولاراً لنسخ 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت ذاكرة داخلية هاتف شاومي 12 العادي جاء بنفس التصميم وقوة الأداء لكن بمواصفات أقل من حيث الجودة حيث شاشة أصغر حجماً 6.28 إنش وأقل دقة Full HD Plus البطارية جاءت بسعة أصغر بقليل 4500 ميلي أمبير وسرعة شحن 67 واط أما الكاميرا فجاء الثلاثية أيضاً لكن دون عدسة تيلفوتوم متخصصة حيث تم استبدالها بعدسة ماكرو السعر يبدأ من 580 دولاراً وبعد الإصدار غرد المدير التنفيذي لشاومي وسأل الجمهور عن رغبتهم وحماسهم لإصدار الهاتف عالمياً والآن هذا السؤال موجه لكم أيضاً هل تتمنون صدور الهاتف في المنطقة العربية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر